أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مشددا على تطلع مصر التوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمنة جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع قاهرة المياه لعام 2021 بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة ديوف مصر الكرام يساعدني الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 من على دفاف نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وبعث الخير والنمائي منذ فجر التاريخ لحضرات شعوب وادي النيل والتي أسهمت ولا تزالوا بدور رئيسي في سياغة الطراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر الأسور السادات والسادة يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية الفرص والتحديات في وقت يشد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلة لها عملية غاية في التعقيد وغنيون عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العزبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدي يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها وفي ظل هذه الأزمة الدولية الحارقة وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة في مصار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028 حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحل بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مصار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023 من ذات المنطلق رحبت مصر بعد أسبوع القاهرة للمياه في دورتي الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مصار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب وذلك بهدف دفع جهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية خاصة ما يتعلق بنظرة المياه وتعمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية تنسخ للاستقرار الإقليمي على أسس المنفع المتبادلة والمصالح المشتركة السيدات والسادة على الصعيد الوطني تؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناح الحياة وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمئة كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقدرية مبدئية 50 مليار دولار وقد تتضعف هذه التكلفة تتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على أربعة محاول رئيسية أولاً تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية ثانياً تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية اتجاءاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر ثالثاً ترشيد استخدام الموارد المائية المداحة ورفع كفاءة منظومة الرئي المصرية حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الطرع والتحول لنظم الرئي الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة رابعاً تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث وتخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمّة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه ألف متر مكعب من المياه للفرد في السنة كما أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن نسمع عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابد للحدود على نحو يتسم بالفاعلية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات السلام وفي هذا الصدد يتابع الشعب المصري عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف السيبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق السيدات والسادة ختاماً أود أن أؤكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معاً ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها فلا أخذ مننا أحد فائزاً في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة لذا أدعوكم جميعاً إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعليات الدورة الرابعة لسبوع القاهرة للمياه وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية كما أرجو أيضاً أن تتيح نقاشاتكم مزيداً من تطوير المفاهيم والمبادئ ذات السلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية وحث الدول التي تتشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف وعدم الإدرار بمصالح جيرونها وأكد لكم أن مصر لن تتداخل جهداً في دفع جندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتصق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر